تقريباً الجميع يعرفوا أننا كنت تاميون منطقة الشرقية مشي بالطبط موجدة تزاو النواحي التوريط والنواحي ولكن عندي العائلة بزاف النسل العائلة اللي كيتسكن هنا في وجدة مكان جيو الموجدة كنحصوا رأسنا أننا كن ربحلاً كنجيو للبلاد بهذا الفوم ديالها بحالة كنقولوا البليدة لأننا كنلقوا العائلة ديالنا وكنحصوا رأسنا أن التلجو ديالها كيوال منها وسبح الله العظيم وإحنا غير ما ندخلوه كتحس بواحدة راحة نفسية غريبة وغريبة جداً حتى الراحة الجسدية لأنه وخما كنت نعسش بزاف كتنود أنك مرتاح ما كتحسس بدك تسخصيخ والتعب اللي نورمال وكتحس بيه في مودة الكبرى لأنه بصح مدينة ما فاشلو استخدام كنحسو بتطور اللي كتوصله للمدينة بحكو أننا كنجيو كل سنة المصرح الهائل والجميل والرائع واللي يشهد الجميع ضيوف ديال المهرجان أقروا بأنه مصرح من الطراز العالي وأنه يعتبرونه من أجمل المساريح العربية لأنه بصح أوبيرا ولكن عندها عندها ذاك اللمسة المغربية وهذا شيء ما يمكن القوش بزاف المساريح في العالم العربي من شيء غير في المغرب لأنه يمكن أن تتعرفون أن أمورة رمضان كانت تنوى طلاب العروض يعني أغلبية تكون واحد شهرين وثلاث شهر العطلة ولكنها لم يكن ريحش عندي إن شاء الله بحول الله سنخرج نصور الفيلم الثالث القاسير عن مقارب بعد ما ديت السيناريو وإن شاء الله في المراحل الأخيرة بعد ما شفت الإنتاج بعد الفيلم الثاني ديالي المالي كلير إن شاء الله الفيلم الثالث ديالي زيناء لنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يفقني وأنه دورة دورة ديالتغناج تكون جميلة وتكون في المستوى وهو تلعمل كذلك يحاول ما أمكان أنه يترجم أفكاري وأحاسيسي اللي بريتنا وصلها للناس والجمهور عبر الصورة والصوت أنا ولد الضار وأكيد بكل تفاؤل نشوف أن السينما المغربية إن شاء الله تقول كلمة ديالها وإن شاء الله نحاول ما أمكان أننا ما أمكان أن نسوقوا هات السينما وهات الصورة ديالنا في العالم العربي والعالم الإفريقي وعلش لا في العالم نعرف أنها أفلام مغربية كتحت الجوائز تقريبا في أي مهرجان مشتلو لأنه بصح هناك قوة المواضيع هناك واحد الشباب جاي إن شاء الله بواحد رؤية جديدة بتقنية جديدة اللي كانت منهم الله سبحانه وتعالى وما يكونوا عندنا دور سينما لأنه يمكن نقوله سينما خصنا فينا التعرض السينما وهذا هو التناقض الوقت اللي كنا نصيبه عمل فيلم واحد وفيلمين أو ثلاثة في السنة كانوا عندنا قاعة سينما سينما أكثر من ثلاثمائة قاعة الحد الآن اللي يولينا كنصلوا لخمسة وعشرين فيلم مولينا شكل قوت عشر القاعات صالحة للعرض وهذا هو التناقض اللي كان نعيشه كانت منهم الله بصح الدولة تكون عندها سياسة واضحة تجاه الميدان السينمائي تكون قاعات للعروض السينمائي وعلش اللي لا تكون في نفس الوقت صالحة للعروض المسرحية وبالتالي كذلك بش يكون عندها مدخول وبش تطور وبش يخدموا لأن نرى ماك يعني والو أنك تصيب فيلم وما تلقاش فيلم تعرضه وهذه هي المعضلة اللي كان لقاوها احنا كفناني اللي كانت منهم الله سبحانه وتعالى أنني منكن نصيب واحد عمل نتمنى من الله سبحانه وتعالى الجمهوري تقبله وأكيد كان حاول أمكان أي عمل كيفما كان حاول نخدمه من قلبي كانت منه يوصل الناس قد أخطئ وقد أصيب إذا أخطأ كانت منهم الله سبحانه وتعالى أنهم يسمحوا لي ويعضروني وإذا أصبت كانت منه أنهم يشجعوني وكان نوعدهم دائما إن شاء الله دائما جديد وكان أفضل إن شاء الله لا تنساش تابنى فلاشين وتأكتب الجرس لكي يوصل لك جديد الفيديوهات من هزبريس